بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نصل إلى هذا الدرس الدرس العاشر في إطار برنامج التربية على المواطنة للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي إذن عنوان هذا الدرس المغرب حوار الأديان والسلم العالمي إذن أتعرف أهداف تعلمي أكتشف دور المغرب في تدعيم التقارب والحوار بين الأديان كذلك أرصد مواقف ومساهمات المغرب لنشر الأمن والسلم في العالم ثم إدراك أهمية دور المغرب في تحقيق الحوار بين الأديان والتسامح والتعايش ونشر السلم في العالم ثم التشبع بقيم التسامح والسلم والتعبير عن ذلك بإنجاز أنشطة حول دور المغرب في هذا المجال أمهد لتعلمي إذن يسعى بلدنا المغرب دائما إلى نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان وتحقيق الأمن والسلم في العالم فما هي الأدوار التي يلعبها المغرب في ميدان الحوار بين الأديان وما مواقفه لنشر الأمن والسلم العالميين إذن لكي نجيب عن هذه الأسئلة إجابة عن هذه الأسئلة تكمن في الأنشطة التعلمية إذن ننتقل إلى النشاط التعلمي الأول الذي يجيبنا عن السؤال الأول إذن أكتشف دور المغرب في تدعيم التسامح والحوار بين الأديان أستخلص مرجعيات مرجعيات تبني المغرب مبدأ الحوار بين الأديان إذن مرجعنا الأول هو القرآن الكريم إذن لدينا الآية رقم سورة العنكبوت يقول فيها الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله الله كذلك لدينا الوثيقة جوج نص ضمان الحريات الدينية لدينا الفصل الثالث الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية إذن هذا الفصل الثالث مقتطف من الفصل الثالث من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 إذن كذلك لدينا الوثيقة ثلاثة التأكيد على الحوار والسلام إذن لدينا نص مقتطف من رسالة ملكية وخير دليل على علاقات التبادل القوية التي نسجت عبر القرون بين المسلمين وغير المسلمين من سكان حوض البحر الأبيض المتوسط حيث مكن هذا التعايش من الإسهام بنصيب وافر في تطور الفكر والمعرفة وازدهار الفنون والحرف وإثراء الحضارة الإنسانية دين كان هذا النص مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى الندوة الدولية حول تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي يعني بتاريخ عشرين سبتمبر سنة الفين الفين وثلاثة عشر إذن أقرأ النصوص ثم أسمي المرجعيات التي يعتمدها المغرب لتبني مبدأ الحوار بين الأديان إذن أهم مرجعية هناك المرجعية الدينية إذن ديننا الحنيف الإسلام يعني يدعونا إلى أن نخاطب نجدل أو نخاطب أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن إذن كذلك فنحن نؤمن بما أنزل إليهم وإلهنا وإلههم واحد نحن نؤمن بأن إله اليهود وإله المسيحيين يعني هو إلهنا يعني هو نفس الإله إلهنا وإلههم واحد ونحن له مسلمون إذن هذه المرجعية الأولى كذلك مرجعية الثانية هي مرجعية القانون الدستورية المرجعية الدستورية بحيث أن يعني الفصل الثالث من دستور المملكة يحدد بأن الإسلام الإسلام ودين الدولة إذن دولة له دين ودينها الإسلام والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية إذن الدستور أيضا يضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية لغير المسلمين استخرج المبادئ التي دعت إليها هذه المرجعيات وأصنفها إذن هذه المرجعية المرجعية الدينية دعت إلى الحوار بالتي هي أحسن إذن دعت إلى الحوار المجادلة هي الحوار لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذن المرجعية الدينية تدعونا إلى الحوار بلطف يعني الحوار بلطف وبالتي هي أحسن يعني كذلك يتوضح لنا المرجعية الدينية أن إلى هنا وإلى الكتاب واحد ويعني أننا نؤمن بما أنزل إليهم يعني نؤمن بما أنزل إليهم من توراة وإنجيل كذلك المرجعية الدستورية هي تؤكد لنا حرية ممارسة الشؤون الدينية بالرغم من أن الإسلام هو دين الدولة ثم لدينا المرجعية الملكية يعني رسالة ملكية إذن هذه المرجعية كذلك هي تبين لنا أن التعايش يعني أن التعايش مع مختلف سكان حوض البحر الأبيض المتوسط يعني سهم في تطور الفكر والمعرفة وازدهار الفنون والحرف وإطراء الحضارة الإنسانية إذن أتبين بعض مواقف المغرب في مجال الحوار بين الأديان إذن توضح لنا الوثيقة الرابعة لدينا الصورتان إذن الصورة الأولى كما تلاحظون صورة للمرحوم الملك الحسن الثاني أثناء استقباله للبابا إذن مع البابا جونبول كذلك هنا الوثيقة باء جلالة الملك محمد السادس يستقبل أحد رجال الدين المسيحيين تلك ذلك لدينا الوثيقة خمسة وهي عبارة عن نص حرص المغرب على الانفتاح والحوار والتفاهم حرص المغرب على الانفتاح والحوار والتفاهم ذا لدينا مقتطف من رسالة الملكية يعني نفس الرسالة الملكية السابقة إذن مقتطف آخر منها إننا مقتنعون كل الاقتناع بأن تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي لا يمكن أن يصبح واقعا ملموسا على المستوى العالمي إلا إذا تم ترسيخهما وطنيا وفسح المجال لتبني أهدافهما النبيلة من طرف كل مواطن إذن هذا النص هو مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى الندوة الدولية حول تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي كانت هذه الندوة بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2013 ولاحظ الصورتين وأقرأ النص استنتج بعد مواقف المغرب في مجال الحوار بين الأديان إذن من خلال الصورتين يتبين لنا أن المغرب يعني منفتح منفتح باتجاه الحوار بين الأديان وتقبل الآخر يعني هذا ما يتضح من الصورتين حيث أن الملكين يعني وهما أيضا يعني يعني وهما يعني يستقبلاني كما نلاحظ يعني يستقبلاني يعني البابا البابا الكنيسة الكاثوليكية في الصورة الأولى صورة ألف وكذلك في الصورباء يبدو أنه يعني رجل دين مسيحي أورتدوكسي على ما يبدو أو بروتستانتي إذن المغرب هو منفتح على الديانات يعني ويتقبل اعتقادات الآخرين إذن رغم أن دين الدولة هو الإسلام لكن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية كذلك أيضا من خلال المقتطف من خلال النص إذن النص يبين لنا حص المغرب على الانفتاح والحوار والتفاهم حيث يبين صاحب الجلالة بأن المغرب بأننا مقتنعون بأننا في المغرب مقتنعون كل الاقتناع بأن تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي لا يمكن أن يصبح واقعا ملموسا على المستوى العالمي إلا إذا تم ترسيخهما وطنيا وفسح المجال لتبني أهدافهما النبيلة من طرف كل مواطن إذن بكل هذا نستنتج أن المغرب حريص على الانفتاح والحوار والتفاهم مع الغير هذا ما نستنتجهه من خلال الصور والنص إذن ثانيا استخلصوا دور المواطن في تفعيل الحوار بين الحضارات إذن يظل دور المواطن دور أساسي في تفعيل حوار الحضارات لأن المواطن هو الذي يتعامل مع أخيه المواطن الآخر الذي قد يكون من دين آخر إذن ينبغي على المواطنين يعني أن يكونوا حريصين على التفاهم والتفاهم مع غيرهم من غير من ديانات أخرى يعني وفسح المجال لتبني أهداف نبيلة من طرف كل مواطن إذن ألخص تعلمي يعني في طرح الفقرة ألخص تعلمي أركب ما توصلت إليه حول دور المغرب في دعم التسامح الديني والحوار يعني أركب ما توصلت إليه وأكتب ذلك على دفتري إذن ينبغي أن تضعوا يعني تركيبا لكل ما رأيناه هنا إذن يمكن أن نقول بأن المغرب يعني المغرب يدعم التسامح والحوار بين الأديان من خلال مرجعيات متعددة أساسها المرجعية الدينية حيث أن ديننا الحنيف يحثنا على الحوار والمجادلة مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن وأننا نعترف بما أنزل إليهم وأننا نعتبر أن إلهنا وإلههم واحد إذن هذا بالنسبة للمرجعية الدينية كذلك المرجعية الدستورية هي تؤكد بأن وإن كان الإسلام هو دين الدولة إلا لكن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية كذلك فإن موقف يعني المرجعية كذلك لدينا المرجعية الملكية التي تؤكد على أن يعني التعايش التعايش بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط من مختلف الديانات يعني كان له نصيب وافر في توفر في تطور الفكر والمعرفة وازدهار الفنون والحلف وإطراء الحضارة الإنسانية ولا أدل على ذلك استقبال ملوك المغرب يعني للرجال الدين المسيحيين مثلا كما نرى في الصورة يعني بابا الكنيسة الكاثوليكية رفقة الملك الحسن الثاني كذلك أحد رجال الدين المسيحيين رفقة جلالة الملك محمد السادس هذا ما يمكن قوله بخصوص دول المغرب في تدعيم التسامح الديني والحوار الديني بين مختلف الأديان إذن بهذا نقف هنا في هذا الجزء الأول من هذا الدرس ونكمل مع الجزء الثاني إذن نشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع الجزء الثاني من نفس هذا الدرس تتبعوا ترجمة نانسي قنقر